اشتركوا في القناة وعن بالغ تأثره بهذا المصاب الأليم داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب السعودي الشقيق وضيوف بيت الله الحرام كل مكروه كما أوعز جلالته للمسؤولين بالديوان الملكي بالاتصال مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود للاطمئنان على أوضاع الحجاج الأردنيين عقب حدثة تدافع الحجاج في ميناء وأكد جلالته ضرورة الاهتمام بأوضاع الحجاج ليمارسوا شعائر الحج بكل سهولة ويسر وتوفير كل متطلبات السلامة لهم من جهته وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود أكد أن مندبي الوزارة في ميناء والبعثة الطبية لم يسجل أي وفاة بين الحجاج الأردنيين في إحادث التدافع الذي تسبب بمقتل وإصابة المئات من الحجاج وذلك من خلال إجراء اتصالات مع المستشفيات السعودية للتحرية عن جنسيات الضحايا والمصابين مصابين